أنا بجد مش عارفة مين اللي يقدر يعمل العاملة دي بجد أنا مش قادرة أصدق نفسي آه، فياش حاجة، امسرنا نعرفه آه، إن شاء الله هنعرفه اللي إحنا مش قادرين نصدقه بصحيح ولا عارفينه إزاي واحدة محترمة من بيت كبير تعمل العاملة الصود اللي هي عملتها دي ساري، مش فاهمة صجت نفسها يعني بقولك أنت وهي أنا جاية هنا عشان أطمن على مروان مش عايزة خالص أي حاجة تخص لابنة تتكلموا فيها وبعدين أنا عايزة أفهم اللي عمله ابنت كان حلو ولا اللي عملته بنتك لطيف لا مش لطيف، إن جديل الحق اللي عملته بنتي يا أختي عشان ابنها مات مقتول اتكننت وانت عارفة لمؤاخزة المجنون ممكن يعمل أي حاجة بس اللي مش مفهوم بقى واللي مش قادرين نصدقه إن بنت أخوكي تروح برجليها للدكتور وتسقط العيل اللي ببطنها ولا إيه جبريا يا أختي يا والله صدقت يا كريم ده أنا جلبة جهر عليها يا أختي يا عيني خلاص؟ باي باي تشكري على الزيارة والله وعوديها ها؟ إن شاء الله بإذن الله لما تعوديها هتلاقينا مسكين اللي عمل العملة سرودة دي وكايبينه هنا وشدينه من رموشه رموشه؟ أو شعره باي نعيس السلامة معاك يا أختي تعالي مكمل القهوة بس إذا عزت شخص محترم بدي وأي حد تابعه إحنا علينا دي أنا متشكرة جدا قولي لي بقى إيه اللي إنت عايزة تعرفينه؟ آآ يعني أنا أحب أعرف كل حاجة عن المكان اللي هشتغل فيه تمام أنا ممكن أجيب له حضرتك ملف في كل البيانات اللي إنت عزتها عن تاريخ الشركة وحجم إستثمارها والأسهم مطرحة في البورسة كمان طب كويس قوي يا ريت بس أنا عن زفرة إيه دخل ده؟ في الشؤون القانونية طبعا كل الناس فاكري الشؤون القانونية دي ما بتعملش حاجة فر إنها صخصة ولموظف موظف تحول للتحقيق موظف عنده شكوى بس الحقيقة أنا المضع بالنسبالي حاجات تانية خالص مجرد الحاجات دي تمام بس أنا أعز أفهم بس يا سيدي الشؤون القانونية دي ما ينفعش إن أنا أكون باشتغل فيها وأنا باخد قرارات غلط ما ينفعش أخد قرار على أساس إن حد يقدم لي ورقة من موظف شكوى في موظف تاني أو تصرفات موظف مع عامل مش مناسبة ما ينفعش أخد قرار غير ما معرف الناس كلها بتعمل إيه وأبقى متدخلة في تصرفات الموظفين كلهم وعلاقاتهم وبعض ممكن حد يقدم لي الشكوى في زميل يكون ظلمه أخد قرار على أساس إيه لازم أتدخل في كل حاجة وأبقى فهمة عشان لما أخد قرار أبقى عارف إن ده قرار الصح عندك حق ومعاك إنك لازم تبقى فهمة كل حاجة عن المصن لس إحنا أهم حاجة عندنا الوقتي رفيس اللحلة بنحاول نطلعها علشان نعمل من المزرعة المصرعة دي بنستهدف منها إنتاج 36 ألف طن لبن سنويانا آآه هو أنا ممكن أعرف حجم استثمرات الشركة إحنا في الأربع سنوات اللي فاتت استثمرنا حوالي 600 مليون جنيه مين جلك منين عايزين نبيها؟ كلام ده مش مظبوط إلا إذا كان في حد جلك وإنت مش عايز تقول إحنا ما نبيعش الأرض أبداً إحنا ندفن فيها ولا نستغناش عنها واللي جال لك كده كذاب السلام هاي إزاي؟ على فكرة أنا سألت عليك في البيت قالوا لي إنك مش موجود وكان نفس أروح لك بس إنت عارف ريتال بقى ما بتقناش أنا رحت أتطمن على أخوك رحت تطمن عليه عايش ولا ميت؟ لا بجد إخصى عليك أخوك ده طيب قوي فعلاً وكنت بجد ريح أتطمن عليه في حاجة عايزة تقوليها بصي بصراحة أنا عايزة أقولك حاجات كتير قوي بس أنا خايفة خايفة أوقع بينك وبينك وخاصة في الظروف دي قولي اللي عندك أنا سامحك أمين؟ أنا هقولك دايرت ها؟ أنا ولا حبش النافة والدوران ما لعدتي معاه النهاردة يعني حسيت حسيت طبعاً والله أعلم إن هو مش عايز أي حد كبير معي بيبدي كل اللي حواليه كتفة كده وانت جاي عشان تسأليني هو في قفة دماغه مش كده؟ ها؟ روح اسألي عادل وأكد عارف وأكد كمان مش هيخرب عليك حاشة لا أنا مش هاسأل عادل عشان عارفة أن هو مش هيقول لي أي حاجة أنا جاي اسألك إنت يا حاشة؟ ما تقوليش كده؟ عادل لو سامك حيتدايك ما لو عارف أنك مش واثقة فيه يزعل وعادل لا علو عيفش أخص عليك؟ لأ طبعاً أنا دا واثقة فيه جداً انت حبيبي عادل زكي جداً اللي بيفهم في كل حاجة على طول بس هو يعني دماغهم إزاي مروان؟ دماغ مروان سامي طب أقولك على حاجة؟ أنا يعني عندي الإحساس قوي جداً إن مروان هو اللي تدبر موضوع قتله دا إيه؟ هيجيب حد يطخه عشان يموته مجنون إياك وهو مات؟ ماتش؟ دا هو خدش أنت كده عارف عمل كده ليه؟ عشان يلم كل الناس حواليه ويرجع يؤمر وينه زي الأول يرجع الكبير يا حسن جايس طب أقولك على حاجة كمان تأكد لك أكتر؟ جول يا سيدة الكل المحامي عارف مروان عمل إيه؟ خلّ كل الورث بتاع أبوك بإسمه هو مروان زور كل ورق الورث والورق دا عند المحامي خلّ كل حاجة بإسمي وعلى فكرة أن رحت للمحامي حاولت أخذ الورق بس هو ماردوش وده حتى مروان بيتفعله جابت دا وأنا يعني عندي رأي إتهيقلي يعني أنت لو رحت للمحامي وزددت طول هيديك كل الورق أنا لا يهمني ورقة لعب فيه ولا أرضه وحطت يده عليها أنا طريق رسمته وحمش فيه للآخر وأنت رايح نفسك لأن حسن خلاص ما عادش يتلعب بيه ليه يا حسن بتقول كده ليه؟ أنا مش جاي لعب بيك خالص جاله زمان ما تصدّكش اللي يخدعك مرة جاله كمان اللي يوجع في الفخ مرتين يستهل كل اللي يجرى له واللي أنت عملتين تواخوكي يخليني ما أمين ديكيش العمر كله أوكي بس اتأكد ما نكلمي لأبو مين جالك اللي أنا مش عارف؟ أوه أنت عارف وساكت؟ عارف أيوه إنما ساكت لا حسي هتسمعي في الوقت المناسب رايح أنت نفسك وروح رمي نفسك في حضن عادل قولي له إنك بتحبيه وإنك ما تقدريش تستغني عنه وإن كل حاجة في حياتك خليه دايما نشايفك وراه ومعاه سبهوش لحظة لحظة الدماغ وتهرب منه أنت وصد ايه؟ أقصد إن كل الكلام اللي أنت قلتيه قالوش عازع عندي ما حدا كلمة واحدة بس هي اللي صحه اللي هي؟ ماروان مش هيسيب حد إفلت من تحتياته وعايز الكل تحت رجليه عبيد بما فيهم عادل خد يبالك أنت من نفسك لأن طالما عادل رحله برجليه يبقى أكيد ماروان صاحبه ناحيته وسكن عادل يعني يعني في وسط رأسه دلوك أكيد ماروان حياخد منه كل حاجة وهو مش دريعه ماروان أخوي وأنا عارفه وعارف هو ممكن يعمل إيه فنصيحة مني لو حتنامي نام يعنيك مفتحة لأن المرة دي وجعتك حيبقى ملعاش جومة ترجمة نانسي قنقر